كان عبد الحميد الإبراهيمي ربي يرحمه في وقت من الأوقات تحدث على 27 مليار دولار بالإضافة إلى أنه في المدة الأخيرات كلما يستبون على أموال بالمليارات ما أعطاش العدد الرسمي وقال باللي راه يسعى من أجل استرجاحها وذكر مصطلح هذا كنت على الخطة في تقديرك إذا عندك إحصاءات أو ربما قال المبلغ تقديري من خلال معرفتك بالاقتصاد في الجزائر شحال يكون هكذا الرقم الفساد والله شحال الفساد كبد الجزائر من خسائر يعني عدد هكذا والله يشوف كان النقاش في البرلمان السابق ليس الحالي على ما كان يسمى الألف مليار دولار وهي ليس ألف مليار دولار أنا سمعت أحد البرلمانيين يتحدثوا عن ألف وخمسمائة مليار دولار يتحدثون عن ما لا يقل عن سبعمائة مليار دولار هربت إلى الخارج ترجمة نانسي قنقر